فوضى سياسية قد تنتجها قرارات مجلس الوزراء الداعية إلى إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وإعادة العد والفرز يدويا لنسبة لا تقل عن 5% تلك القرارات انطبقت أم لم تطبق فسوف تلقي بظلالها سلبيا على المشهد السياسي خاصة بعد تداخل الصلاحيات بين السلطات الثلاثة هناك من يطعن باللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي صادق عليها مجلس النواب عيدت لمجلس الوزراء وصادق عليها مجلس الوزراء هناك طعن فيها لا يوجد نص قانون لتشكيل هذه اللجنة وهذه اللجنة يراها القانونين بأنها غير ملزمة لهم لأن القضاء هو الفيصل في حسم هذه القضايا أعتقد أننا مقبلون على فوضى انتخابية ستنعكس سلبا على الحوارات السياسية وستنعكس سلبا أيضا على الوضع السياسي في البلاد قانونيون أشاروا إلى عدم وجود أي نص قانوني يسمح لمجلس الوزراء بالتدخل بعمل الهيئات المستقلة وأن القرار غير ملزم للمفوطية وأن جل ما قد تفعل الحكومة هو رفع شكوى للمحاكم المختصة أو لمجلس النواب للنظر بالتوصيات قبل اعتمادها المادة 78 والمادة 80 قد قسمت مهام وواجبات وحقوق رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ليس من بينها التدخل في أعمال مفوضية الانتخابات لأن هذه مفوضية مستقلة بموجب المادة 102 من الدستور جمهورية العراق يظهر قانوني هذا التدخل في أعمال مفوضية بغض النظر عن الأخطاء التي شابت وكما طرح كثير من المرشحين بأن هناك عمليات خروقات وتزوير ولكن هذا مختصصات القضاء حصرا بموجب قانون المفوضية المرقم داعش سيطة 2007 قرار الحكومة الذي جاء مشابها لقرار البرلمان بل أضاف عليه منع درجات وظيفية عليا في المفوضية من السفر إلا بموافقة رئيس الوزراء تلك القرارات ستضع العراق على حافة بركان قد ينفجر في أي لحظة فيما عزى مراقبون جل تلك الخلافات إلى عملية الانتخابات التي وصفت بالهجينة والفائسة مصطفى حمدي قناة رشيد بغداد